اشتركوا في القناة رحمه الله إلى ذلك فقال وباء برق باطل بهم بذي فيجب أن نحرص على ترقيق الباء لماذا لأن الحرف الذي بعدها هو الراء وهذه الراء مفخمة فربما تتأثر الباء فتتفخم بعض الناس يفخمها خطأا فيقول البرق باء وهذا لا يصح إذن الباء يكاد البرق يكاد البرق هكذا أيضا عندنا يخطف البعض يقرأها خطأا فيقول يخطف لكن الخاء ساكن والطاء مفتوحة يكاد البرق يخطف أبصارهم هكذا يكاد البرق يخطف أبصارهم أبصارهم ترجمة نانسي قنقر